اشتركوا في القناة سبق أن ذكرت حتى وجود موريطانيا غلط فضلا عن الصحراء فالمغربي يجب أن يعود كما كان قبل الغزو الأوروبي كانت موريطانيا جزءا منها يعني الآن نحن نسبة مغربية الصحراء ببيعة أهلها للعرش المعلكي المغربي ولكن علماء موريطانيا وأعيان موريطانيا أو ما يسمى الآن موريطانيا بلاد شنقيت أيضا بيعاتهم تابتة إلى آخره فإذا هذه صناعة استعمارية قضية الصحراء وقضية موريطانيا ولكن قضية موريطانيا اعترف بها المغرب لحال تركت للتاريخ ليقول كلمته في المستقبل لكن الصحراء على الأقل مدام المغرب تمسك بصحرائه فطبعا أن نقول الصحراء مشكلة الصحراء صناعة استعمارية وللأسف أن تتورط دول شقيقة ودول عربية إسلامية في دعم بل في تبني هذه الصناعة استعمارية بمصطلح الفقهي بمصطلح الفقهي ماذا تسمونها أو كيف تحكمونها على من وقع أو من وقعها من وقع صفقة القرن حكمه الشرعي ووصفه الشرعي إنه خائن نعم خائن خائن هل هناك مصطلح فقهي اسمه خائن؟ نعم خائن حتى مصطلح قرآني ومصطلح حديثي نعم فقد خان الله ورسوله والمؤمنين نعم وهذه صفة المنافقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذبه وإذا وعد أخلفه وإذا اتمن خان اشتركوا في القناة لكن لو كان الاعتماد على الشعب الشعب 35 مليون مستعد أن يجاهد بماله وبنفسه وأن يتعبأ كما تعبأ في المسيرة الخضراء وأن يقطع آمال الذين يفكرون في فصل الصحراء ولا في خلق أي مشكلة للمغرب مغرب مستعد إذا دعا جلالة الملك إلى مسيرة بالملايين إذا دعا للجهاد بأي شكل إذا دعا للجهاد بالمال نحن مستعدون العلماء المغرب دعاة المغرب مستعدون أن يذهبوا ويقيموا بالأسابيع والشهور في الصحراء وفي تندوف نحن لا نقم مسيرة فقط إلى العيون بل مسيرة إلى تندوف